دكتور اتكلمنا على الناس اللي بتنام بمهدئات ومنومات وهم عارفين يعود يقولونهم ده كده انت ببوز الجهاز العصبي انت كده ما مش هتعرف تنام بعد كده غير بالمنومات دي بس فيه اوقات بنبقى فيها عندنا سترس عصبي جامد جدا ومين فينا ما عندوش ضغوط نفسية ومين فينا ما عندوش مشاكل نفسية فمنحاول ناخد حاجة تهدينا منحاول ناخد حاجة تقلل العصبية فننام ازاي؟ والجسم هرمون المسؤول على النوم اني هرمون طيب خلينا اقول له حاضرتك فيه مركز اسمه راس الراس ده هو المركز اللي بيخلينا فيقين لما بيتعب بالنام مبدئيا يعني ده البطارية طول ما هيشغالة الناس صاحب اول ما البطارية دي تنام او الانرجي بتاعتها تقل فالنام ننام تشحن واحنا نايمين وكده اول ما تشحن تاك 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 تشارج نسحة ده باختصار جدا المركز اللي موجود في جزء المقر اللي اسمه راس ده المسؤول عن الصحيان والنوم لكن القصة اللي حالك بتقوليها ان حد ينام بمهدق او بينام بمنوم ومش عارف ينام هو النوم ده مود يعني ايه مود؟ يعني حالة احنا بندخل فيها نفسنا مرتبطة بتكرارية ان انا كل يوم بخش السرير الساعة كذا ده بيساعة جدا ان الراس يبقى متزبط بسهولة انه هيخش في مود منوم ده واحد اتنين ابعد عن الاسارات سواء البصرية او السمعية كل ليلة بنطلع المحمول ده اساس طول وانت نايمة طاك بتصحي مش شايفة مين بقت ايه بقى كرا لا وممكن كمان ابقى مشغالية على اي حاجة كده لغاية ما اروح في النوم بس برضو ببقى مش نايمة ومش صحية هو اللي انتي بتقولي ده حقيقي لان النوم كذا مرحلة فيه مرحلة خفيفة وفيه مرحلة عميقة ديب سليب انتي مع عمرك لعشان تنامي كويسا انتخش في الديب سليب يعني مش شايفة ومش سامعة ومش حاسة بقى اي حاجة حواليك لكن طول ما احنا شغالين بإيسارات صوتية او بصرية او سمعية او جسدية حد تقول نهاري انا مش عارف انام كويس عشان كده ده ايما بنقول للناس قبل ما تخش اتنام زبط الاوضة يعني ايه زبط الاوضة ايه اقفل النور خالص اتعود تقفل النور اصلا بحب اسيب ابجورة مولعة او بحب اسيب ماذا خليه بره بره الاوضة يعني ما تخلوش في الاوضة خلي جزء صغير او اللي بقى انت عينك تبقى شايفة عشان تخش اتنام طب يبقى رقم واحد لازم ادخل للسرير في معاد محدد وده الافضل صح رقم اتنين ما ينفعش ابقى التلفزيون شغال والكاسة شغال خالص انا بنامه على التلفزيون وبنامه على كذا بزبط اطفل الموبايل ده الناس اللي عايزة تنام انا مليش دعوة انتوا تاخدوا الصح احنا بنقول لكم الصح اه هنطفل الموبايل وانا عافل انت صعب جدا ان الواحد يقفل الموبايل اللي يسيبه على جهر خمس ساعات مش هتموتك بزبط كده خمس ست ساعات قفل الموبايل اعملوا سايلنت هيرمونات الستات احنا دايما نقول لك ايوة الستات عطفية زيادة عن لزوم الستات بتنفعل بسرعة من مود لمود لمود ممكن تبقى مع ولادها بموت وتنزل شغلها بموت تاني ليه طول الوقت احنا عندنا مشكلة يعني فجأة تلاقيها جسمها سخنة جدا وفجأة بردانة جدا تقول لك انا عندي لغبطة في الهرمونات انا عندي مشكلة في الهرمونات ايه الهرمونات الخاصة بالستات اللي بتخليها حالات يقولك الحالة جات المتهمين إسترجون والبروجسترون دو رقم واحد إسترجون والبروجسترون اللي هم هرمونات الأنوسة ومعاهم هرمونات الزكورة والسيدات عندهم جزء من هرمونات الزكورة طبعا عندهم جزء من التستسترون من هرمونات الزكورة خلينا أقسمها لك ببساطة الشخص اللي بتتغير عنده الهرمونز بتتغير عنده المشاعر القاعدة الأولى اللي بتتغير عنده الهرمونز بتلعب مش عارف تلعب عشان كده السيدات قبل البريد أو قبل الرجل بتاعتهم بتلاقي إن السيدات أو بالدورة الشهرية بتلاقي إن السيدات الموت بتاعها بتغير وعصبيين وتنس شوية لأن الفلكتويشن بتاع الهرمون لوحده ده بيخلي الأعصاب ستريتشت جداً وتبقى زي ما بقوله على الشعرة اللي هو حد ينمس أنا بتعصر ورد فعل بيبقى قوي جداً على حاجات عبوطة جداً فأدي ده رقم واحد اتنين الليفل بتاع التستوستيرون اللي هو هرمون الزكورة اللي بيطلع فيه أجزاء بسيطة جداً منه في السيدات لما بيعلى لأي سبب من الأسباب تفهمت زي الهرمونات الزكورة في السيدات دي جزء منها ممكن يفرص من المبايد تفهمت زي ده بيخلي الستة عصبية جداً عشان كده ممكن ده تلاقي ستات في الشغل انت بتصدقى إيه ده مين ده مش مين دي اللي هو لا اوعى لا انا مش عارف ايه والناس بتقعد تقول يا جماعة دول عندهم الليفل اتقاس الكلام ده الليفل بتاع التستوستيرون عندهم عالي طب هل بقى الناس بدأت تفكر انه ممكن يبقى في يوم من الأيام فيه حاجة اسمها هرمون السعادة زي الأفلام زي الأفلام بتاع زمان باكير أرض النفاق لو أخد كابسولة القرس بتاع السراحة والقرس بتاع السعادة احنا يبقى عندنا السوبر ماركت كيه بعد كده انا عايزة أقول له حضورك انا عايزة بقى سعيدة أخد القرسة عايزة بقى صريحة عايزة بقى منافقة يعني انا مثلا يسابقى منافقة مش عارف انا عايزة أقولك يا امان هنم ان العلم تطور لدرجة بقى في حاجة واحب السيدة المشاهدين في مصر لان البرنامج بتاعكم قيم وفعلا عايزة يقول رسالة واضحة وده انا جاي في منتهى السعادة نقول للناس على حاجة فدى هو ربنا سبحانه وتعالى مش بس حطت الهرمونات في الجسم يعني ولله المسأل الأعلى لا ده ربنا مثلا حطت الهرمونات بتاع التفكير والحب والسعادة متركزة في الفصل أمامي في الفصل أمامي المخ الهرمونات بتاع الغضب موجودة في اللوزتين اللي هو في الجزء ده الهرمونات بتاع كذا موجودة يعني الهرمونات متوزعة في الجسم بطريقة معينة سبحانه الله الناس بنا اتفكر الاول فكروا بالعكس قالك يعني لو حد عنيف او قوي وبيت اجريشن زي مثلا امريكا فترة من فترات عملوا الكلام ده حد مجرمين وكريمينل لو انا عملت له عمالية وفصلت الأجزاء اللي بتكون نكت اللي مسؤول عن العمف والعصبية الناس دي هتتحسن لقوا ان هم الناس دي تحسنت بس بوز منهم عندهم حاجات تانية فقالك لا ما بقوش بيحبوا ولا عاطفية يعني هو صلى حاجة وبوز خمس حاجات جنبها فقالك لا مش المفروض ان احنا نعمل كده طب ما نجرب ندي للناس تابلتس تشابه الهرمونات بتاع السعادة اللي هي ايه بقى ما نجاى بقى لحدنا اللي هو الدوبامين والشرطولي الدوبامين العالم كله والسادة المشاهدين ارجوك وركزوا معايا لان دي حاجة مهمة جدا في دلوقتي حاجة اسمها مش دلوقتي بقالنا فترة كبيرة بقالنا هدفوق 15 سنة اسمها نانو تكنولوجي